السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم وبرجانكم اليوم فيديو جديد في الفيديوهاتي جماعة الخير جميل لكم قطعة القاتو الـ HD60X هذه القطعة جماعة الخير المحدثة من الـ HD60S من القاتو دعونا نبدأ في الفيديو جماعة الخير أعطونا سبسكرايب و لايك و شير فبسم الله نبدأ هذه القطعة جماعة الخير قطعة تصوير أو قطعة للبث تستخدمون حق البثة و حق التصوير اسمها الـ HD60X راح تصويرنا على الـ Full HD و على 2K قطعة جميلة الخير يعني راح تعطيك أداء جدا ممتاز خاصة للي عندي يلعب جهازين و يلعب عن طريقة البلايستيشن و يبث عن طريقة الـ PC راح تساعدك القطعة هذي انك تسوي البثة حقك و حتى لو تريد تسجل راح تساعدك تقدر تصوير حتى 4K 60FPS اللي هي الـ HDR راح يكون عندك 10 مدعوم والأفضل ان تكون تصوير على الـ Full HD 60FPS أو حتى تكون 2K 60FPS تدعم بايستيشن 5 و إكس بوكس راح تدعمك الـ High Frame Rate انك تقدر تشغلها على High Frame Rate وتكون انها لتنسبها التأخير بقطعة تصوير هذي من نفس الشاشة إلى القطعة يعني جزاء من الثانية ما راح تلاحظوا زي بتقول قطعة سابقة يعني راح تدعم الـ USB 3 و برضو فيها مدخل الفون جاك الـ Audio 3.5 و برضو جوعة الخير فيها VRE أو الـ Variable Refresh Rate راح نوريكم إياها بإذن الله التقنية هذة الجديدة من عند القاتو فقبل التصوير جوعة خيرها هذه قيمتها تقريبا زي قابل تكون قيمتها غالبة 100 دولار لك راح تكون نافعة خاصة صناعة المحتوى أو ليبثون راح نفكي كرتون حقي جوعة خير و كرتونها جدا سمبل زي ما نشوفوا كتبة القاتو عندك هنا الـ HD60X و هنا ما يقولنا بلاي عن كارت كابتشر و ما ترى إيش كل الكلام هذا على السريع نفتحها العلبة لكن جوعة الخير حطوا بالكم طرى القطعة انزلت اليوم فرح تبحث عنها بأمازون و راح تحصلها على طول فانتظر شوي وقت راح تحصلها بإذن الله تعالى طيب راح الحين نطلع مقتلات الكرتون أو من طلع الكرتون راح يطلع الكرتون ثاني علي علامة القاتو و برضو راح نفتح الكرتون زي ما تشوفون راح يكون علي علامة حق الدليل استعلاماته و كيف طريقة الاستعمال و برضو القطعة عندنا طريقة تستعمال جدا بسيطة تشبك الـ Type-C عندك والـ USB عندك على اللابتوب وتشبك الـ HDMI عندك على نفس القاتو و في إن و في آت راح نشرحها بإذن الله زي القطعة القاتو سابقة هذي قطعة جدا بسيطة و صغيرة مرة بعكس حقه الـ 4K صورناها قبل زي ما نشوفون اكتب عليها الـ H60X و فيها مدخل فون جاك و من الخل فيها زي ما تشوفون فيها مدخل HDMI IN و OUT و فيها USB C راح نشرح بإذن الله الـ USB C دائما نقل البيانات HD IN يكون عن طريق البلاي ستيشن للقطعة و HD OUT تكون من القطعة نفسها إلى الشاشة فعندك هنا شعر القاتو برضو و برضو عندك هنا كتاب التعليمات لك أجلسة تطلعوا لك أنه مش مروا في الكرتون راح يأتي بنفس الكرتون جماعة الخير معه زي الـ USB Type-C HDMI راح يدعم الـ High Speed اللي يدعم 2.1 فعندك مع أي شاشة راح يشتغل معك على أعلى فريمات ممكنة توقع على 120 فريم اللي يدعمها البلاي ستيش و الإكس بوكس الجديدة راح يشغلها معك تمام و عندك هنا برضو Type-C و من الجهة الثانية Type-A تركب على الجهاز هذه عندك أول لابتوب عشان اللي يتبث عليه يعني سواء بي سي أو لابتوب فيكون نقل البيانات عندك دائما في الـ Type-C جدا سريع وهذه محتويات الكرتون في الكامل ما في شي ثاني لكن فيه يعني كتاب تعليمات بسيط خليها على الجنب القطرة هذه جمعة الخير أنا استفت منها جدا جدا مو هذه نتكلم عن نتكلم عن الفوركي اللي عندي راجعتها قبل في البثوث عندي و برضو في التسجيل راح تعطيك يعني تسجلك كل الألعاب اللي أنت لعبها سواء على بلاي ستيشن أو على البي سي من بي سي ثاني طريقة تركيبها جدا سهلة حتى السفتوير حقه قد استعرضناها سابقا على نفس المقطة حق الفوركي موجود فوق ممكن تشوف طريقة استعمال حقها كل شيء فهي نظامها جميع تخيل أنك تقدر تصور وتقدر تتبث بنفس الوقت أو أنك مثلا أني أبث وأسجل تسجيل عندي بنفس البرنامج لقاته راح يعطيك إياها بدون ما تخسر أي شيء من الدقة في حق الألعاب فيكون تصويرها جدا جميل جميل جميع الأخير على الألعاب و برضو راح تكون أداءها معك يعني تمام بدون لا تنسي بدون تعليق بدون تيرينغ بدون أي شيء راح تكون اللعبة يعني بإذن الله صافية وكل أمورها تمام سواء لك أو للي تابعك سواء عن طريق بث أو عن طريق برضو بنشماركات واشياء هذه اللي يستيد منها طيب راح نوريكم الآن بعض المقاطع خدتها من عند القاتو لسبق الميزات حقتهم авайberg ابق bracوIS أو حقريقة نوريك راح تشبك advanceي في تبدو من القطعة والع Eloy جيد罐 تكون من القطعة إلى الشاشة ثم تشبك нужدها في الجهاز فاحالتك خدا لابتوب أو بي سي كل ماتوفر لديك ت dudes بعد ان نشبككم جميع تشبك بعض القطع معك الدرين هذا التقدمية راح نستعرض للمتالك هذا التطيخ stations واللي يوصل عندك في الجهاز رح توصلك بنفس الوقت بنفس الفريم ريت بعكسه وكانت منطفية التقنية هذه زي ما تشاهون البلايستيشن منزل الفريم ويرتفع والفريم عندك في الشاشة تتهابت على مية وعشرين هذه المشكلتها جبعتها خير لثبتة مية وعشرين فريم على يعني بدون زي ما تشاهون يتحرك في الشاشة زي ما تشاهون في الصورة اليمين رح تكون تقطع الصورة ويسمونها تيرينج فهنا المشكلة رح تتوجهها بالقاواتو إذا كانت ما فيها الـ VRE أو الـ Variable Refresh Rate إذا كان مشغل جبعتها خير رح ينزلك الفريم ريت الموجود على الشاشة زي ما هو طال عندك في البلايستيشن أو في الـ PC فعندك نزل ستين من مية وعشرين لستين رح ينزله من عندك من نفس الشاشة من مية وعشرين لستين عشان حتى اللي تابع الفيديو يشوفه ديتيلز كاملة بدون تقطيع بدون أي شي حتى عندك أنت في اللوجي تصور مثلاً أي مقطع هذا تحسه رح يكون جداً جميل ومتناسق فهنا لقاواتي جبعتها خير عندنا اللي هي الـ HD60X رجعناها لكم أنا أتمنى أن أتعجبكم فلا تنسوا تعطون إلى جهة خير لايك، سبسكرايب، شير كان معكم باس المقرأة باس التكنولوجي سبحانك الله بحمدك أشهد الليلة وصفر أكتب إليك في أمان الله